في المقابل أعلنت خدمات طوارئ الأوكرانية مقتلى شخص على الأقل جراء ثلاث غارات جوية على مدينة دينيبرو وسط البلاد وقال وزير الدفاع الأوكرانية أليكسي رازينكوف قال إن القوات الروسية قتلت من المدنيين الأوكرانيين أكثر مما قتلت من الجنود داعيا إلى أن يكون هذا مسموعا ليس فقط في كييف وإنما في جميع أنحاء العالم